مساسل عروس بيروت الموسم التالي الحلقة الثالثة اللي بتبدأ بالست ليلة لما قررت تتنازل عن قرامتها وتروح على شخاطر تتكلم مع عيدا بطبعا بتروح وبتطلب ان هي تقابلها اما بالنسبة لي فارس والجماعة اللي معاه كانوا قلقانين جدا على ست ليلة وبيقولوا هي فين كل ده لكن سوريا بتقولهم اتطمنوا خلاص طالما قلت لنا ان هي رايحة مشوار خلاص نتطمنوا وبعتت لنا كمان رسالة بيجي لفارس اتصال من قرام وبيقولوا ان احنا عايزين نتعاون مع بعض في الشغل وده طبعا اللي خلى فارس مبسوط جدا هو سوريا اما بالنسبة لست ليلة فرايحة بتتكلم مع عيدا وبتقول لها انا عارفة ان انتي مش هتساعدين ولا حتوقفي جنبنا انتي طبعا مستنية داع على احر من الجمر علشان تتشميتي فينا لانك بلا قلب اولا دي جولك وانا كنت عارفة اللي انتي هتعملي فيهم لكن ليه كل ده بتقول لها انتي عارفة كويس جدا ان اخويا اتخلى عني علشانك في حاجات كتير لازم اتخلى عنها انتي جاي اكيد علشان موضوع الارض وانا بقول لك مش كفايا اللي انتو اخدتوه من اخويا جايين كمان تشاركوني في حاجة ملكي عمتا انا هجبها لك من الاخر الصحافة بعد معرفتها بموضوع الارض اكيد هتبدأ تتكلم وده طبعا منش في مصلحتنا ولا في مصلحتي الناس تتكلم وتقولي ازاي سايبهم كده ولاد اخوكي علشان كده بدل ما انتي قادة عندي خدمتك بالضيعة انا هرديكي بيت عندي تعودي فيه انتي واولادك لحد ما نقرر ونشوف هنعمل ايه في موضوع الارض كمان اتعرف على اولاد اخويا بشكل او بالنسبة لست ليلة فارس بيتكلم معها وبيقولها وينك بتقولك نزلت على باروت في مشوار مهم رحت العيدة اتفاهم معاها المشوار ده كان لازم اعمله بيقوليها انتي جرنتي علينا لما رحنا ايه اللي خلاكت روحي ردت وقالت كان لازم اعمل كده وقول لاخواتك وقول لكل اللي عندك ان احنا خلاص هرتنقل نسكن في بيروت في شقة عند عامتك لحد ما نقرر ونشوف موضوع الارض ده هيخلاص علي ايه انا رحت علشان كان لازم اروح بالنسبة لعيدة بتروح وبتتكلم مع ادم وبتقول لنا وعدتك ان عيلة الظاهر هتبقى في ادينا وكل شيء وعدتك فيه رح يصير وطبعا بيطلعوا الاتنين متفقين على عيلة الظاهر حليل بيقدر ان هو يدخل الاصر ويواجه ادم وبيقول له ليه عملت فيها كده انا كنت حبيتك مش عشان خاطر انت بتمثل كويس لا انا اعتبرتك فعلا مننا ليه عملت فيها كده ليه رميتني في السجن ليه تحكت علي رد وقال له وليه ابوك عمل فيها كده انا مستهلش كل ده قال له احنا ملنا شو خاصنا قال له ازاي بقى انتو خاصوك طبعا قال له ليه عمتك هي اللي هربت بيك احنا ملنا ليه بتعقبنا قال له انا امي ماتت بسببكو وانا عشت محروم ومأهور طول حياتي وانا حلفت ان انا لازم اخد وعمل بواسية امي ولازم ارد الاصر قال له انا كمان هرد الاصر الامي وحوعتها بكده قدم بيروح يحكي كل حاجة حصلت لعيدة اللي بتطمنه وبتقول له ليه ما كانش حد معاك قال ان ما كانش في حد موجود منهم لكن بتقول له خليت قوي وما لكش دعوة بيهم وما تخافش منهم وإحنا مع بعض وحننتصر عليهم بينتقله طبعا عيلة الظاهر للبيت بتاع عيدة ليلى كانت دايقة جدا فارز بيقول لها ناسف قريت له على ايه؟ قال لها يعني على الموقف اللي حطناك فيه قريت له تخاف علي انا ست ليلى المفروض تخاف مني قال لها طب اي رايك الفترة دي تروحي تتنقل عندي بيت عادل قالت لأ انا دلوقتي حبق معاكو حدكو علشان خاطر عيدة مش هتسكت انا معاكو علشان خاطر انا عارفة اتعامل معاكو ومش هاسبكو فالز علان جدا عن الوضع اللي وصلوا ليه وصراية بتقول اي حد محتاج فرصة تانية ويمكن عمتك محتاجة فرصة تانية يمكن عايز تتعرف عليكو لكن بيقول لها ان هي اول ما شافتنا اول مرة ما كانش واضح يعني ان هي عايزة فرصة تانية ولا حاجة انا بس خايف لا تكون بنيديها فرصة تانية علشان خاطر تجرح الماما لكن هي بتطمنه اما بالنسبة الربا فبتودي الشنطة بتاعة ست ليلة وست ليلة بتقولها برضو جيتي وضبتي البيت كفاية كده كتير جدا اللي بتعملي معانا بتقولها لو معتبراني غريبة انا ممكن امشو مرجعش تاني بالنسبة الفارس بيروح لقرم علشان يستلم الشغل صراية بتديله الصورة بتاعتها هي وهو وكمان بنتهم فرح علشان تبقى وش الخير عليه وبالفعل بياخدوا الصورة فرح بتعيت وبتروح لها مامتها وبتكون مع ليلة وللأسف رجعت عليها موائل لبان بتعتذر صراية جدا وعيدة بتيجي وبتقولها لازم تنظفي نفسك علشان ريحتك ما تطلعش رغم ان انتي برضو واخدع للروايح اللي زي دي لما طبعا الكل بصلها وحسد انها احرجت الست ليلة قارت لها يعني يعني عشان خاطر بتقضي طول عمرك تربي في الاولاد قارت لها حلوين على قلبي مهما كانت ريحتهم عيدة بتقولهم مش محتاجين اي مساعدة ردت ليلة وقالت انتي بيزنس وومن والشغل الفوق راسك لكن احنا عيلة وحنساعد بعض بتستأذن عيدة لكنها بتشوف صارة دخل البيت علشان كده بتتصل بآدم وبتقوله ان صارة موجودة دلوقتي عند صورية بالنسبة للفارس بيروح الشغل وبيدخل المكتب الجديد بتاعه اللي كان مع ناس ده اللي بخليه مضايق جدا ولما سأل على قرم كان لسه في السكة لكنه كان بدأ يتضايق من المكان والمكتب الصغير بالنسبة لي صارة بتزور صورية وبتشوف فرح وبتديها هدية يعني ان شراب كانت عاملة هي بيديها لكن مرة واحدة بيجي لصورية رقب غريب ولما بتفتع عليه بتلاقيه آدم وبيقول لها اديني مراتي انا عارف ان هي عندك قالت له انت بترأي ابنة قال مش برأيبكو حتى لو انا برضو برأيب مراتي وابني اديهاي اكلمها بتاخد صارة تليفون وبتهزه وبتقول له ايبعد عني وبطل تعمل مشاكل للناس الحوالية وبتقفل في قشه وبتبقى منهارة جدا وبتحاول صورية هدية وبتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص احداث الحلقة التالتة ومتلسل عروس بيروت جزء التالت ترجمة نانسي قنقر